قانون الجنسية بالأساس فيه قانون موجود يعطي المرأة الكويتية أبناء المرأة الكويتية الحق في الحصور على الجنسية أنت مع هذا القرار؟ نعم هذا الكويتية نص المجتمع أم كويتية موجودة يعني خوار العيال كلها تلاقي منهم يعني كويتين الآن فيه قانون فعلوا هذا القانون لكن بحمد هو مو دائما يتبع الأب يعني الأم الكويتية أنا حات قانون خالص منه أن أبناء الأرامل والمطلقات لهم الحق هذا الحق بالقانون أنا لا أقول شيء الآن أنا لا أقول الآن اللي متزوج أجنابي أو معلومة جنسية بالعكس تحقون هذا الكويتين لكن أي وأقول هذا القانون الأساسي الموجود ما تطبقى في إجحاف في حقه أبناء وين يرون الأبو راح أنت أتكلم عن فئة الأرامل والمطلقات فقط هذه الفئة موجودة هنا عندنا فئات تقريباً أساسيين أربع فئات نعم وهو إعلان رقبة نشجع تزويج الكويتية من غير الكويتية واخذ جنسية يعني نزيد فترة العوانس عندنا ياها في الكويت أثنين عندنا ابناء المطلقات والأرامل ثلاثة ابناء البدون والمكرمة الأميرية هذه الأربع فئات موجودة بالتجنيس الآن عجلة التجنيس أسمع أن هناك في عدد كبير هنا عندنا البرنامان أعطي أربع تلاف بالبدون ولم يتم تحقيق هذا الشيء وأتوقع أن هذا الأمر قادم ومستحق لأن في فترة طويلة من انتظروا الناس حقهم وعيال مكبرة وصاروا جيل وراء جيل ويكبرون العدد وما في قرار موجود حاسم وهذا ينتج من قضية البدون قنبلة موقوطة إذا ما تحلها وما لهم لا بطاقة منية وبالتالي الحراف الجريمة كل هذا متوجه بالمجتمع ونستطيع تحجع التركيب السكاني يا هذا الكويتين أبناء الكويت يتسوه أخلي أدنون لكم هذا مدال ما تكونوا وافدين من بره هذا يعيش في بيتك فلوسهم داخل الكويت مطالعين بره حق طبيعي موجود تطبيق تحتاج لمن يحقل القانون في الوقت الحالي نحتاج إلى نوع من خلاقول فرصة حقيقية ونعتقد اليوم نحن يأيين على العيد الوطني أتمنى من السمو الأمير أن يكرم هؤلاء أبناء الكويتيات هذه المكرمة وليست غالية على أبو ناصر في هذا اليوم وإن شاء الله نكون سعداء بأن نسمع أخبار طيبة لهم بإذن الله تعالى